أسلاك متشابكة ومهملة تغيب الخطورة عنها هي موجودة نعم لكنها غالية من سريان التيار الكهرباء فيها مدينة الحديدة وسكانها يعيشون منذ ما يزد عن مئتين يوم دون كهرباء على عتبة الصيف تتشابك احتياجات المواطنين في المحافظة الساحلية وتتعقد ترتفع معدلات الحرارة فيها إلى حد لا يطاق لتبقى الحاجة للكهرباء أكثر ما يؤرق أبناء هذه المدينة الساخنة المواطنون لا يقفون عاجزين بل يحاولون بشتى الطرق توفير بدائلة تبدو مكلفة أحيانا لكن الحاجة هنا تصبح أما للاختراع أشغل المولدات التي أصبحت الآن متوافرة بكثرة في محافظات الحديدة وفي الحواري التي يقوم بها الأهالي كتعاون فيما بينهم وحلول بديلة عن الوضع الراهن الذي نعاني من انقطاع الكهرباء أما الفقراء فهم يرجعون للأرصفة بحثا عن الهواء المجاني الذي يستطيعون الحصول عليه دون عناء فجميع البدائل على ما يبدو ليست قادرة على مجابهة اشتعالات الصيف التي لا ترحم خاصة إذا كان هذا الصيف في مدينة زاحلية كالحديدة